نحن أخي العزيز اليوم في السنة السادسة للعدوان الميليشيا الإرهابية على أبناء الشعب في مختلف المحافظات يعني ما يجري في مارب ليس بالجديد يعني الميليشيا اللحوثي مستمرة منذ ست سنوات في عدوانها وفي الزج بالمواطنين المغرر بهم كثير من الناس مغرر بهم كثير من الناس مجبرين كثير من الناس كوادر مكتنعين بها أو فيه جزء من الناس مكتنعين بمشروعها وخاصة من يتم الزج بهم وهم أطفال صغار بعد تعبية أفكارهم بالمعتقدات المنحرفة ميليشيا الحوثي تدفع بالآلاف إلى الموتى اليوم في مارب وفي تعز نعم ونتحدث عن مارب هناك آلاف القتلى من يعني انصح التعبير في مارب منذ قرابة الشهر يعني وهذا يعني دليل واضح على أن هذه الميليشيا الإرهابية لا تلقي أي اعتبار لقيمة الإنسان اليمني ويعني ممتدة لديها يعني إرث تاريخي في الإجرام بحق أبناء الشعب ما كنا نقرأ بالأمس في الكتب عن جرائم الأئمة بحق أبناء الشعب اليوم أصبحنا نراه في الواقع نعم كنا نقرأ أن يعني صراعات الأئمة فيما بينهما البين بأبناء القبائل والكلمة المشهورة الحجر من الأرض والدم من رأس القبيلي أصبحت واضحة أصبحت لي كنا نقرأها ويعني لم نستوعب بشعة هذا الإجرام حقيقة يعني كنا نعتقد أنه في نوع من المبالغة لكن عندما نراها اليوم ما نراها اليوم هو إثبات واقع أن هذه السلالة الخبيثة يعني التي لا تؤمن بحق المواطنة المتساوية ولا تؤمن بحق الإنسانية اجتمع اليوم الحقدة التاريخية الإرث التاريخي لهذه السلالة الخبيثة مع مشروع ولاية تلفقية الإيراني حصلت تزاوج فيما بينهما ويعني نفثوا سمهم وإجرامهم وقبحهم على أبناء الشعب اليمني في مختلف محافظة الجمهورية بما فيها المحافظة التي تقع تحت سيدرطم ترجمة نانسي قنقر